في الثاني من جويليا من سنة 52 تسعمائة وألف ابتريت عائلة أويحيا ومنطقة بنيني بتزيوزو والجزائر قاطبة بصبي سمي أحمد نهل ولاءه للنظام من المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج منها سنة 75 تسعمائة وألف ليستهل في ذات السنة مسيرته في دوالب السلطة من الخارجية الجزائرية التي شغل بها منصب دبلوماسي وظل متنقلا بين ممثليات الجزائر في الدول الإفريقية إلى غاية سنة 94 حيث رقي إلى منصب مدير الدوان الرئاسي بتاريخ الواحد والثلاثين ديسمبر سنة 95 عين رئيس للحكومة ليغادرها بعد عامين ويلتحق بالمجلس الشعبي الوطني كنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عاد لرئاسة الحكومة سنة 98 وبعدها شغل منصب وزير العدل ابتداء من سنة 99 إلى غاية سنة 2000 ليعود مرة أخرى لرئاسة الحكومة بين سنوات 2006 و2008 و2012 وبعدها شغل منصب مدير الدوان لدى رئاسة الجمهورية إلى غاية 2017 ثم وزيرا أولا إلى غاية 2019 إلى جانب منصبه الرسمية شغل أويحيا منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بدءا من سنة 99 إلى غاية جونفي 2013 وبعد ثلاث سنوات غدر فيها الأمانة العامة عاد أويحيا لنفس المنصب ابتداء من ماي 2016 ويستمر به إلى الآن 44 سنة قضاه أويحيا خادما للنظام على حساب الشعبي الجزائري ما أكسبه لقب الاستيصالي صاحب المهمات القذرة لقب ظل أويحيا يفتخر به رغم الفضائح التي ارتبطت به من تسريح لثلاثمائة ألف عامل وغلق لثلاثين ألف مؤسسة عمومية وبيعها للقطاع الخاص بالدينار الرمزي فضلا عن حملة ما سمي الأياد البيضاء التي تم بموجبها اعتقال ومحاكمة أكثر من سبعة ألاف إطار والاقتطاع الإجباري من أجور العمال سنوات التسعينيات ويحيو إن كان بارعا في التلاعب بالأرقام إلا أنه كان فاشلا في التسويق لسياساته التي كان يبررها بمقولات متغطرسة ومهينة لخصومه خلدها الشعب الجزائري ومنها على سبيل المثال جوع كلبك تبعك وليس من الضروري أن يأكل الشعب كله اليأورت وآخرها تهديد الشعب من مصير سوريا وليبيا وتخوين دعاة التغيير أمر جعله مكروها الحراك الأول ونقله من حلم محيط قصر الرئاسة الذي كان يرا في اعتلاء عرشه موعدا مع القدر إلى المحكمة العلية كمعني أول بشعار الحراك كليتو البلاد يسرقين ترجمة نانسي قنقر